افتتح اليوم المدير اللعام للجمارك إدريسا نور عبد الكريم دورة تدريبية لصالح العمال الجماركين والمخلصين الجماركين أدم حسن المكاوي إجراءات النقل والتهريب الجماركي وعواقبه تلك عناوين دورة الإخبار والتوعية التي نظمتها نقابة العمال الجماركيين لمخلصين الجمارك وأعضاء النقبة لتقوية الكفاءات من أجل دعم سياسة الحكومة في مكافحة التهريب وتذلل الصعوبات الماثلة أمام العمال الجماركيين وبهذه المناسبة تحدث رئيس نقابة العمال الجماركيين محمد جبرين قائلا بأن هذه هي المرة الأولى للنقابة بتنظيم مثل هذه الورشة التي هي تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك وخبراء في هذا المجال مؤكدا بأن الهدف من هذه الدورة التدريبية هو توحيد الرؤى والأفكار طالبا من الإدارة العامة إقامة مثل هذه الدورات التدريبية لموظفي الجمارك لمكافحة التهريب بشكل تام المدير العام للجماركي في كلمة الافتتاحية قال بأن شعار الدورة ملائما تماما لسياسة الحكومة الرمية إلى القضاء على التهريب وأن تشاد دولة مقلقة ليس لها منفذ بحري لذا يلعب فيها قطاع النقل دورا كبيرا في دعم الموازنة العامة للدولة نحاول بأي طريقة مع البرتنير سندكاء اليوم السؤول ورشدة نحاول كيف نعمل استراتيجية لكي نفتش قروش نفتش أموال لسندوق الوطن علما بأن نقابة العمال الجمهوريين تأسست في العام 2004 وأن هذه الدورة ستستمر لمدة يومين